بسم الله الرحمن الرحيم هس راح نحكي لكم شلون تدخل الى حسابك في جوجل وشلون راح تروح الى الصف مالتك حتى تدخل عليه وتفتح الكلاسروم مالتك بداية تفتح صفحة الجوجل مثل ما تشوفون هاي الصفحة صفحة الجوجل هي الهوم مالتها موجودة يعني الهوم بيج تجي هنا عندك sign in او تسجيل الدخول هاي sign in هي للدخول الى حساب جوجل تضغط عليها من تضغط لها راح تطلع عندك هاي الصفحة اللي بيها الاميالات مالتك الداخل بيها انا هسا عندي مجموعة ااميالات داخل بيها عندي حسابات متعددة فالصراحة جي اختار مثلا الحساب للصفوف مالتك نفس الحالة انت تجي تضغط هاد الاميال المستخدمة مال الجامعة مثلا اللي انت مسجل بيه بصفوفك كلها تضغط عليه راح طبعا ينطيك يريد الباسورد والباسورد لما تكتبه او ثابت تطلع لك هاي الصفحة شوف هاي الصفحة يصار بها طلع عندك بهاي الجهة الصورة مالتك او اسمك يعني الحساب مالتك الموجود بهاي الجهة هسا بعدنا فقط دخلنا فقط دخلنا في حساب جوجل تروعي لهاي النقاط التسعة هاي النقاط التسعة اللي هي اللي جوجل وهنا راح تجي هنا الى طلعت عندك كل خدمات جوجل الموجودة الجيميل الدرايف الشيط الدوكومنت كلها ذني اليوتيوب غيرها غيرها كلها ذني تخص جوجل كثير من خدمات جوجل الموجودة ترجع الى الكلاس روم هاذ خدمات كلاس روم هو تطبيق الكلاس روم تضغط عليه رأسا ايش راح يطلع عندك راح يطلع عندك جميع الصفوف شوف جميع الصفوف اللي انت مسجل بها انا هسا عندي صفين مسوي صف للدراسة العادية وصف للأولية انت قد يكون عندك صفوف لمواد مختلفة تنجي مع كلها كم صف مسجل بهذا الحساب تطلع عندك كلها في آن واحد تختار الصف اللي راح تمتحن به اليوم مثلا اليوم انت عندك فاكهة نفضية راح تضغط على الفاكهة النفضية في التحت راح يفتح عندك هذا الصف راح تجي عندك انت شمسو بيشك وتطبيقات او شي الواجبات المسويها رأسا من تروح لكلاس روم مالتك او العفون لكلاس وورك راح تروح عليها راح تلقى الواجبات النازلة بالنسبة اليك اللي مكلف بيها اللي بعدها مستحقة او يعني انت راح تشوفها كلها فاكيد انت بالامتحان راح تشوفها سبقى كان واجب او تقرير مثل ما قلنا يعني هزا هذا التقرير اللي انتو عدكم كان موجود عدكم قبل شوية فهنا مجرد راح تضغط عليه الواجب راح يطلع لك الواجب الموجود مالتك انت شون راح تسوي بس انا هناك استاذ يطلع عندي المكتوبي اللي اروح من جانب اخر ادور عليه حتى يعني من طريقة اخرى المهم انت عندك راح يطلع الواجب مالتك ويطلع عندك شلون راح تشتور عليه وتجاب او تطلع عندك فورمات الاسئلة المهم هاي الطريقة الصحيحة للدخول الى الكلاس روم هاي الطريقة تضبطوها وتتعلمون عليها ودائما تدخل عليها من خلال هاي الطريقة اما بالنسبة لطريقة الكاميرا ففوق عندك هنا عندك الميت هذا الميت منتضغط عليها حتى تكنك وتفتح الكاميرا للجنة الامتحانات او اللجنة المركزية او الاستاذ قبل ما تبدي الامتحانات هاي الطريقة اللي راح تشترون عليها ان شاء الله وتعلمون شكرا جزيلا ان شاء الله تكون الفكرة واضحة بالنسبة لكم تحياتي